كل محافظة استهلاكها مختلفة تبقى لكثافة السكانية والقوة الشرائية وخلافه فبالتالي ممكن في العبور مثلا عندنا 300 فدان ممكن اروح اسكندرية اعمل 50 فدان ممكن اروح على سهاج اعمل 25 فدان وهكذا يبقى حجم الاسواق بيتناسب مع الاحتياج والكثافة السكانية مثلا في جنوب سينة السيادة كنت اشرت في تقرير اللي هو خالد فور اهنا النهاردة طرحنا 10 فدان في مدينة التور على اساس ليه مدينة التور طيب جنوب سينة كل الفنادق والمنتجات اللي موجودة شرم الشيخ وخلافه ودهب وواوا بتجيب احتياجاتها منين من القاهرة شوف المسافة بقى اللي بتقطعها عشان تجيب الخضر والفكهة والاثاث طب انا لو عندي منطقة لوجستية في التور هتبقى المسافة كام نعم 80 كيلو في حين المسافة للقاهرة كام فده بيعلي الاسعار يبقى كل ما يكون فيه منطقة لوجستية في ظهير المحافظة كل ما الاسعار تنخفض كل ما حلقات التداول تقل تمام نعم وطول ما انت بتعمل كده الجودة بتحفظ عليها لانما يجيلك الخضر من سوق العبور ويطلع على شرم الشيخ على الفنادق هناك كم الفاقد والهدر واللي يبوز قد ايه والاسعار بتاعته بنزين فخدته ارض في الطور خلاص فاحنا الحياة تم تخصيص يعني وانا بشكر ساد اللي هو خالد فودة ان هو خصص وتشاركنا على عشرة فدان وهيتم تنفذها كسوق جملة للخضر والفاكهة في محافظة جنوب سيناء نص القصة في الوادي الجديد عشان الناس دايما بتقول ايه طيب معلش السوق ده هيبقى خاص ولا الوزارة لا ده احنا بنعمله اللي بينفذ السوق وبيديره القطاع الخاص انما احنا بنبيعش الارض بعد فترة 25 سنة بتقول الارض وما عليها للدولة فما بنبيعش الاصل احنا بنطرح الاصل لنظام حق الانتفاع نعم وبينتفع بيئة المستثمر او المطور وبيدفع جعل سنوي للدولة وحصة من المبيعات بتقول الى الدولة يبقى مين اللي استفاد نعم الدولة استفادت هل استثمرت لا هي قدة الاصل للقطاع الخاص لتطويره وتنميته وتشغيله وإدارته وانا باخد عائد وانت باخد عائد يبقى انت ما استنزفتش يعني انا حاجة واحدة لعند الارض هي اللي شاركت بيها بس الشطرة بقى انك انت تعزم قيمة الارض نعم ودايما بقول المعدلة الصعبة انت ممكن تكون عندك ارض وتقول ولا هبتاكل ولا هبتشغل نعم بس هل دي بتجيب لك عوائد ولا متجابكش عوائد هل بتوظف ناس ولا ما بتوظفش ناس هل بتضيف قيمة اقتصادية لاقتصاد القومي ولا لا يبقى طول ما الارض موجودة فقط فهي لا تضيف حاجة بتكنن على الواد الجديد الواد الجديد طرحين مئة فدان لمنطقة لوجستية متخصصة في صناعة التمور احنا اكبر دولة في العالم منتجة للتمور بس ما احناش اكبر دولة في العالم مصدرة للتمور واحنا عندنا تنوع في التمور سواء في الخارجة او في الدخلة وروح تجيزة الوحاة الحقيقة انت عندك السكري وعندك البرحي وعندك المطق عندك انواع كثيرة جدا نعم المحزن كان يا احمد شمال افريقيا دول شمال افريقيا بتاخد التمور بتاعتك بقرش نعم كويس وبتنطقيها وبتعيد تصنيعها وتحشيها وتباعها في متاجر اوروبا يعني لو قلتلك بمئة ضعف او مئة وخمسين ضعف يعني هكون يعني متساهل طيب لو انا عملت منطقة الوجستية وعندي تلاجات وعندي فرز وتعبئة وتغريف للتمور داية يبقى هتزود القيمة التصدرية هتزود الجودة هتشغل ايدي عاملة هتضيف للاقصاد القومي بس هو بيعمل هلك علبة شكلها ايه والشيات ايه وحاجات ايه برافو عليك اللي هو تدخل تشتري اه ده 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 مهم جدا اخراج وتسويق اه والسياسات البيعية حتى لو مش بتاعته هو اديها لك على انها بتاعته بس انت يعني انا كنت يعني في احدى الدول الاوروبية وبشتري هدية لصديق راح ازوره فالحقية قلت احلى حاجة جيبها علبة طمر وكانت محشية شوكولاتة وفاجأ ان موجود ان الطمر ده سورست او جاي منين من مصر ومش عايزة اقول رقم العلبة الطمر دي اللي هي كانت نص كيلو بكام بس هو واخدها مننا العلبة دي انا عايزة اقول لها حياتك لا يتعدى سعرها كطمر 5 جنيه تفرج بقى مضاعفات القيمة اللي حصلت عليه ده فيه كمان النهار ده السكر بيستخرج من التمور وده اكثر سكر سح يعني انت احنا دايما عندنا قصب السكر نعم وعندنا البنجر دلوقتي في بلجيكا في مصانع بتستخرج السكر من التمور وده افضل وانقى انواع السكر اللي موجودة في العالم طيب لو احنا قدرنا ان احنا نجزب استثمارات في الوادي الجديد وننمي الوادي الجديد احنا جايبين شركة يونانية بتاخد عشر تلف فدان بنظام حق الانتفاع خلي بالك انا دايما بقول ايه بنظام حق الانتفاع طمر ولا زيت زيتون دية الشركة اليونانية هتشتغل في الموالح موالح لا احنا بنأجر الارض وتقول بعد هذه الفترة مرة اخرى الى الدولة عشان هي جولك بص باعه فين وده ايه وشركات ايه وعملوا ايه هتلاقي احنا